وخلال إجاز صحفي في المركز الوطني لإدارة الأزمات دع وزير الصحة صعد جابر المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات مشيرا إلى أنها تأتي احترازيا قبل استفحال فيروس كورونا في المجتمع الأردني الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم هي بهدف تقليل الإختلاط وبالتالي حصر الأعداد نحن وصلنا إلى رقم يجب أن نتخذ إجراءات قوية ومشددة بحيث نستطيع حصر الأعداد الموجودة لا سمح الله إن وجدت وعلاجها بحيث لا يستفحل هذا المرض في المجتمع الأردني وهنا المسؤولية المجتمعية مطالبين فيها جميعا بالالتزام بالتعليمات ستبقى المؤسسات الطبية تعمل للحالات الطارئة مراجعة العيادات والمستشفيات لن يتم استقبال المرضى إلا للحالات الطارئة وكذلك ستبقى الصيدليات والمناطق التموينية تعمل نرجو من الجميع اتباع هذه التعليمات مستقبلنا في إيدنا الأردن غالي علينا وكما ترون نحن اتخذنا هذه الإجراءات المشددة قبل أن يستفحل المرض مثل بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الهدف منها منع انتشار المرض وهي مسؤولية علينا جميعا ترجمة نانسي قنقر